بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الشهادة الإعدادية أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة الآن ورسميا ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات فإزاي تقدر تجيب النتيجة بالنسبة للمحافظات اللي ظهرت وبالنسبة للمحافظات اللي هي لحد الآن لسه ما ظهرتش المحافظات اللي ظهرت محافظة برسعيد ظهرت منذ أيام محافظة سوهاغ محافظة القليوبية محافظة الشرقية والان ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف وفي محافظة القليوبية فهعلمك ازاي تقدر تجيب النتيجة بتاعتك من موقع واحد جبيع المحافظات كل اللي عليك هتبدأ تدخل على الموقع ده اللي هو موقع نتيجة نت وهنا تبدأ تختار المحافظة بتاعتك يعني الان ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة قفر الشيخ فندخل مثلا هنا ادي اضغط على الرابط ده هيبدأ يوديني للصفحة التالية كل الروابط اللي هي خاصة بالمحافظة هتجيب لك نفس الشاشة دية او نفس النافذة دي كل اللي عليك هنا لو عايز تبحث برقم الجلوس هتكتب رقم جلوسك هنا لو عايز تبحث بالاسم هتختار الاسم الاول لو عايز تجيب مدرسة بالكامل هتكتب اسم المدرسة بتاعتك هنا ولو عايز تجيب الاضارة بالكامل هتجيب الاضارة بتاعتك اول ما تكتب اسمها هنا انا مصلا عاز ابحث برقم الجلوس هتبدأ تقوم برقم الجلوس هنا وتبدأ تظهر معاك النتيجة مباشرة طيب انا مصلا عاز اجيب اي محافظة تانية ظهرت كل اللي عليك هتبدأ تضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية بالشكلة كده وتضغط على اغلاق وتنزل تحت وتبدأ تجيب المحافظة بتحتك يعني مثلا وليكن مثل محافظة البحيرة كل علاج برضو تبدأ تدخل بالشكل ده كده وتنزل لحد ما تلاقي عندك هنا المكتوب ترقبه النتيجة قريبا طبعا شالنتيجة لسه ما ظهرتش هبدأ أرجح تاني انت هتبدأ ترجع وتختار المحافظة بتحتك أنا مثلا هرجع هنا وأختار مثلا وليأكل مثلا محافظة القاهرة محافظة القاهرة أيضا برضو لسه ما ظهرتش هذه هتلاقي برضو يا مكتوب ترقبه أو هتلاقي مكتوب مثلا أي أخبار عن النتيجة المهم طبعا وقت ما المحافظة بتحتك النتيجة تظهر تبدأ تدخل على الرابط ده وبالفعل هتلاقي النتيجة بتحتك ظهرت بكل سهولة وبكل بساطة دمتم في أمان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب ودائما موفقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته